إلى الشرع العربي والدولي بالتحديد السوري حيث قتل نحو خمسين مدني في غارة روسية استهدفت مسجدا مكتظا بالمصلين في ريف حلب الغربي مصادر السورية قالت إن الطيران الروسية استهدف بالصواريخ الفراغية مسجدا في بلدة الجينة كما كان يحتشد فيه أكثر من ثلاثمائة شخص لأداء صلاة العشاء ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين